أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن 1.446.443 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22.144.227 شخصاً فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24.259.320 شخصاً وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد-19 من جهة أخرى أنه تم تسجيل 260 إصابة جديدة بكوفيد-19 و404 حالات شفاء وخمس وفيات خلال 24 ساعة الماضية ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابة بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 946.543 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالة شفاء التام 927.428 حالة بنسبة تعافي تبلغ 98% بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14.683 حالة وبنسبة فاتك قدرها 1.6%